هذا ويعتبر مشروع العقوبات البديلة مشروعا حضاريا وإنسانيا جاء ليجسد مبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ودعم سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان يمضي المشروع الوطني للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة بخطوات واثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتطوير منظومة العدالة الجنائية خاصة وأن هذا الإنجاز الحضاري يأتي في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة وتنفيذ من الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما يهدف برنامج السجون المفتوحة على تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي لدى المستفيدين وإعادة إدماجهم في المجتمع بالإضافة إلى الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة وزارة الداخلية تعمل دوما على خلق المبادرات والبرامج وتطوير قوانينها واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في الحفاظ على مكانة مملكة البحرين المتميزة في كافة المحافل الدولية اشتركوا في القناة